زم والله زمزم لا يبيعه الناس أنت إذا ذهبت للحجو العمر وأسأل الله أن يسر لك الذهاب يعني أنت تأخذ الماء لاش إما أن تأخذه لتشربه وإما أن تأخذه لتهديه هب أنك اشتريته هب أنك اشتريته بمالك ثم جئت بعته ما أحسب أن أحدا يقول لك بأن هذا حرام لكن أخرته لتشربه ثم ثم حولته لتبيعه هذا ليس من مكارم الأخلاق وليس من ما اعتاده الناس وهو أنك جئت بي لتشربه وأنا أعرف بعض الناس يستغلون مناصبهم وموقعهم في بعض الوكالات والله في بعض الإدارات ويجلبون ما شاء الله من ماء زمزم ليبيعه سبحان الله هذا لا يمنع الجهة التي تبيع ماء زمزم هي الإدارة التي كلفتها أو الشركة التي كلفتها الجهات الحاكمة في السعودية في الناس عربية السعودية هي التي تبيع لكن إذ اشترى الإنسان هو وباع فأقول بأن هذا خلاف مكارم الأخلاق أما أنني أمنعه ما عندي دليل لأمنعه لأن هذا ماء حازه واشتراه أما أنه يأخذه من المسجد الذي الماء فيه وقف على الشاربين والحراس هناك إنما يجيزون للشخص إذا جاء بيعاء صغير ثم هو يجمع هذا الماء ويبيعه هذا ليه جوز نعم